نحن الآن نتوجد بمديرية سيدي إفني في إطار الحملات التحسيسية التي سطرتها الأكاديمية الجهوية التربية التكوين وفي إطار اللجنة الجهوية لمحاربة مرض كورونا التي تعمل تحت إشراف سيد مدير الأكاديمية الجهوية التربية التكوين نحن كما قلت اليوم في إطار التحسيس في هذا المرض والمخاطر دياله وطرق الوقاية كاننا نجتمع مع رؤساء الأندية بالمؤسسات التعليمية بالمديرية وليقدم طبيب الصحة المدرسية عرض شامل وكامل يهدف من ورائه للتحسيس بهذا المرض المستجد على الساحة الصحية الصعيد العالمي كذلك طرق الوقاية منه وطرق سواء في المؤسسات التعليمية أو داخل بيوت الأطفال أو تنامدة من هذه الجهة كذلك كان فرصة تانويات وإعداديات بدون تدخين واللي كذلك أطروا دكتور الصحة المدرسية بالأكاديمية الجهوية التكوين وكان فرصة لحل النقاش المجموعة من المشاكل التي تعتري عمل الأندية الصحية على مستوى مؤسسة إقليم سيديف بخصوص اليوم حضرنا في المؤسسة التانوية الإعدادية الحسن الأول فيما يخص واحد اللقاء تواصل اللي كان حول المرض اللي معروف لنغم الموليخ ده واحد أو ما يسمى بمرض كوفيد المستجد في خلال هذا اللقاء حقيقة اللي كان اللي هو اللقاء كان غني بمجموعة من المعلومات فيما يخص سبل الوقاية فيما يخص كذلك الأعراض ديال المرض كذلك حاولنا نقش مجموعة من الأفكار ولا من المعلومات اللي كانت أولا كذلك كانوا لنا مجموعة من المغالطة فيما يخص هذا المرض كوفيد المستجد وفي الأخير حقاً كان شكرون كأكاديمية جهوية ديال قلمي موادنون على هذا اللقاء ومتمنى ويكونوا لقاءات أخرى اللي كيلعبوا واحد دور تحسيسي فيما يخص هذا الأمراض في إطار الأنشطة التحسيسية والتوعوية ديالها بفيروس أو بمرض كورونا المستجد اليوم لجنة لقادة الجهوية لتشكلت على مستوى الأكاديمية كانت في لقاء التواصلي على مستوى المديرية الإقليمية ديال سيدي إفني في لقاء مباشر مع مؤثر الأندية والتلاميذ الناشطين في هذه الأندية الصحية على صعيد المديرية اللقاء التواصلي على موضوعين الموضوع الأول ديال تدخين محاربة تدخين بوسط ندرسي والموضوع الثاني المستجد ديال فيروس كورونا أو مرض كورونا اللي ركزنا فيه على طرق العدوى ووسائل الوقاية اللي ركزنا عليها تركيز كبير جدا ونقشناها بتفصيل وفي الأخير ختمنا على أساس أن الجميع لازم يتحمل مسؤوليته وبأن هذه الأساسية المؤثرين ديال الأندية والتلاميذ الناشطين معهم يوصلوا هذه الرسائل للمؤسسة ديالهم باش نكونوا كاملين إن شاء الله مجندين في مواجهة هذا الآفاء في الوسط المدرسي إن شاء الله رحمه 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 شكرا لجنة يقضى على هذا اللقاء التواصل اللي انطمتوا فيما يخص التحسيس بمخاطر تدخين أولاً ثم بمخاطر فيروس كورونا ويعني تناولنا مجموعة من الفقارات فيما يخص أولاً طرق وسبول الوقاية من هذا الفيروس بحيث أن هذا يشكل لدينا واحد الهاجس كبير فيما يخص كيف نقدرون نقير ورصنا من هذا الفيروس كيف نقدرون تعاملوا مع وش حالة الحواج خاصة في المجال المؤسسة العليمية وغيرها يعني كي يكونوا تلامز مع عارفين ش بزافتها الحواج دونك احنا نكونوا واحد الواسطة ما بين نقلونين هذه المعلومات هذه اللجنة خصنا يعني نقلوهم المتمدرسي اللي عندنا في المؤسسة إن شاء الله كنت مننا وكل خير لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي